مهما حاول أن يبدو مرتاحاً لطمأنة الناخبين كما في احتفالات عيد الاستقلال تتواصل تداعيات أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن في مناظرة الـ CNN التي وصفت بالكارثية فالصحف الأمريكية كشفت أن كبار المتبرعين للحزب الديمقراطي أبرزهم مؤسس ناتفليكس ريد هاستينغز الذي قدم أكثر من مليون وخمسمائة ألف دولار لحملته الانتخابية الماضية يخشون فوز الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب وهم يضغطون على بايدن كيتنحى حتى أن بعضهم يعملوا على جمع مئة مليون دولار لدعم مرشح بديل أما وريثة وولد ديزني أبيغيل فقد هددت بوقف كل تبرعاتها للديمقراطيين إذا لم يتم استبدال بايدن لكن ورغم مطالبته بالانسحاب من السباق الرئاسي كرر الرئيس الأمريكي أمام حكام الولايات الديمقراطيين تأكيده أنه باق ولن يذهب إلى أي مكان صحيفة The New York Times نقلت عنه قوله إنه يحتاج إلى المزيد من النوم والعمل لساعات أقل وقد طلب الحد من الفعاليات بعد الثامنة مساء كما نشرت الصحيفة تقريراً آخر قابلت فيه عدداً من الناخبين في أربع ولايات متأرجحة صوتوا لبايدن عام 2020 وهم يطالبون اليوم بخطة بديلة كل هذا يأتي في إطار الضغوط الحزبية والإعلامية التي تمارس على الرئيس الأمريكي زوجته جيل نالت نصيبها منها أيضاً إذ ينظر إليها كأكثر شخص مؤثر على قراره سواء كان الانتحاب أو البقاء في السباق في وقت يعول بايدن على فرصة قد تكون الأخيرة للتعويض عن الكارثة وهي مقابلة تلفزيونية أجرتها معه ABC News وستعرض مساء الجمعة ترجمة نانسي قنقر